وكما وعدتكم يا أصدقاء معنا اليوم بطاقة ياسين بونو واحد من بين أفضل الحراس في لعبة الفيفا موبايل ولسا فقط في اللعبة حتى في الواقع فهو يعتبر من بين أفضل خمسة حراس في العالم أصدقاء في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة الحارس ياسين بونو أمام خصوم أقوية بـ over 94-95 ستكون مباريات متيرة يا أصدقاء مباريات سوف نقوم بتدمير الخصوم فيها يا جمعة لذلك قبل البداية لا تنسوا يا شباب الاشتراك في القناة والإيجاب بالفيديو وخلونا ننطلق يا جمعة فبطاقة ياسين بونو كما تلاحظون يعني سوف نلاحظ الطاقات الخاصة بهذه البطاقة يا جمعة هذه البطاقة يعني تأتينا بـ 90 في التمركز و93 في الارتداد و89 في إمساك القرى لو توجهنا للسمات الخاصة به سوف تجد أن لديه سمة واحدة وهي رامي للكرات الطويلة يا جمعة وفي نهاية هذا الفيديو سوف أعطيكم تقييمي بالنسبة لهذه البطاقة هل هي بطاقة جيدة أم لا يا شباب لذلك كل هذا سوف تعرفونه في ختام هذا الفيديو سوف نتحدث عن عيوب هذه البطاقة وكذلك المميزات الخاصة بهذه البطاقة وهل يمكنكم الاعتماد عليها في موجهة الهد تهد أم لا يا أصدقاء لذلك من دون أن أطلع لكم سوف نتوجه مباشرة من أجل مراجعة هذه البطاقة يا جمعة الآن وأول مباراة معنا معنا هذا الخصم من ريال مادريد مع الحارس كوبيل ومعه بيلي في الهجوم يا جماعة الكرة مع الخصم الكرة هذه هي العرضية 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 يا بونو يا عالمي أول تصد للحارس بونو معه يا جماعة مستحيل يا بونو التصد الثاني يا أصدقاء كما تلاحظون الخصم يستفزني بهذه الإشارة يا جماعة لكن سوف نبلع يا شباب وين رايح يا دوك والله يا دزنبرو التشيء جبار في الهجوم في اتفاع يا شباب القرة مع غابريل غابريل إلى بيلنغهام مستحيل يا بيلنغهام يا رباه يا كوبيل غابريل غابريل يا عالمي الهدف الأول والقرة مع الخصم آخر فرصة العرضية يا كارفايو شكرا لك يا عمبونو يا عالمي تصد طلبون ونهاية المباراة الآن سوف نحاول تضيع قليلا من الوقت ونستفز بالصور التي كان يرسلها لي يا شباب المباراة الأولى تصديين عالميين من بطاقة الحارس بونو شكرا لك يا عالمي سوف ننتقل للمباراة الموالية ونرى الخصم الذي سوف نواجهه يا جماعة معنا هذا الخصم كذلك مع الحارس كوبيل تشكلته بأوفر 92 اسمه أحمد يا شباب مع غريليتش ودوكو وأرفالاس سوف نرى مستوى هذا الخصم يا شباب وهل سوف يستطيع أن يعمل هجمات خطيرة على الحارس بونو يا أصدقاء القرة مع الخصم هيا يا خصم نرغب في أن تضغط علي الكرة معاي يلا يا جابريل مستحيل يا جابريل المراوغة زيزو هيا زيزو مع لوسيو مستحيل يا زيدان يا زيدان يا عالمي أولى الأهداف يا شباب الكرة مجدد مع غريليتش غريليتش لأرفاليس أرفاليس وبيتيت ضربت خطأ يا جماعة ضربت خطأ يعني سوف تكون سوف نرى تصدي بونو هل سوف يستطيع تصديلها أم لا يا شباب ارجع ارجع يا زامبروت ارجع يا زامبروت والقائم ينوب على البونو يا شباب لم يستطع بونو أن يصل إليها ولاحظوا ماذا يفعل القرة مجددا مع القوندوغان قوندوغان تمريرا وبونو يا عالمي القرة مجددا مع قوندوغان قوندوغان ماذا تفعل مستحيل يا كارفايو تصدي عالمي من هذا المدافع القرة المرتدة رح يا جابريل خلونا نبطئها شوية لكي يأتينا التعم يا شباب القرة مع بيتيت بيتيت إلى وين إلى وين يا بيتيت نبحث عن المساحات هو هو بيلنغ هوم لم يسجل بالأمس ولكن سجلنا باليوم يا جماعة القرة مع دوكو مار من الأول مستحيل يا اكي تصدي عالمي المرتدة رح يا جابريل رح يا بيلنغ هوم هاي جوتا هل هو الهدف الجوتا هدف إنهاء المباراة يا ربا يزيدان سددها سددها يا حكم وينك يا حكم ضربة جزاء والله يعني حرام شكرا لك يا حكم لأنك أنهيث المباراة وانتصار موالي يا شباب ننتقل للمباراة الموالي ونرى من هو الخصم الذي سوف يكون فيها خصم بأوفر 94 اسمه يوفانتوس مع أسيمان المحرات ومع فاندر صار بأوفر 94 هل هي العرضية مار أسيمان مستحيل يا بونو تصدي عالمي يا جماعة الكرة العرضية هدف خارق من بلانك يا جماعة والله هدف أسطور يا شباب لكن رح يبلع هدف أسطوري أحسن منه يا جماعة الكرة مع جوتا جوتا يراوغ المدافع مش ممكن مش ممكن يا زوتا والله هدف من وين وفاندر صار يشعيد الأضرار يا جماعة لاحظوا منه هذا المهاجم طيرها يا أخي والله طيرها أبعد الخطر هل هي العرضية هل هي العرضية 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 حرام عليك يا خصم والله أنت بأوفر 94 وتلعب معي عرضيات والله يعني ماذا أقول لك يا منوب ولكن رح يبلع يا جماعة الكرة مجددا مع أوكوشا هيا أوكوشا هيا أوكوشا دفاع قوي يا جماعة مع بلانك لاحظوا مطور عشرون تدريب الكرة مجددا مع الخصم هل هي المرتدة يلا يا روديقار يا عالمي يا روديقار مستحيل يا أكوشا قطع الماء والكهرباء عليه يا جماعة المرتدة روح مجددا يا جابريال مر مستحيل المتمرير يلا يا جابريال هدف الانتصار ابلع يا عم والله حتى ولو كنت بأوفر 95 أو 96 ستبلع يا صديقيب والله يعني التعادل بمثابة الفوز الكرة مع بيس بيس لابلنك ها معالمي هذا الروديقار يا شباب انتهاء المباراة بالتعادل الاثنين لاثنين مباراة جبارة يا جماعة شكرا لهذا الخصم ولو أنه يلعب عرضية إلا أنه كانت مباراة ممتعة يا شباب ننتقل للمباراة الموالية ألاحظ أنه مع هالاند يا شباب تشكيلته عادية خلونا نقول أنه متوسطة بأوفر 90 يا جماعة الكرة مع الخصم هي المرتدة من هو هذا هل هو فيني لا انصفات يلا روح روح شكرا لك يا بون واستحيل ضيعت الكرة يا عالمي الكرة مع زيزو زيزو لقابريال هيا قابريال مر من الأول بوم ولكن بعيدة بعيدة على الحارس هيا 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 أخطأ هيا أوكوشا هيا أوكوشا والله يعني لا تمرر مثلها جد تمريرات أمامي ضربة خصم فتكون بسهل علي تسجيلها مستحيل يا أوكوشا الهدف الثاني في أسرع وقت يا جماعة الكرة مع الخصم روح هو زيدان زيدان ماذا بك يا بون والله كانت سهلة يا بون لكن خلينا نوته يا شباب الكرة مع هالاند مر من الأول راح أوكوشا هيا قابريال هو أوكوشا الهدف الثاني يا أوكوشا أرجوك مستحيل مستحيل تصديين عالميا من بون في هذه المباراة أصدقاء شكرا لك يا عالمي يا بون وننتقل للمباراة الموالي أصدقاء سوف نرى من هو الخصم الذي سوف يكون فيه حفيش Jennifer 94 أحمد مع كوبال ومع ماني وداقليش سوف نرى هل سوف أخسر أم لا يا شباب الكرة مع الخصم الكرة مع ماني 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 القائمة صدو يا يا جماعة الكرة مجددا مع الخصم وخرجت الكرة يا شباب الكرة مع أوكوشا تمرير عالميا جابريال هل هو هدفنا يا جابريال كيف مر 있 fall كيف مره جابريال والفنش عالمي من هذه البطاقة جماعة القرى مجددا مع اوكوشا مار من بين اثنين هيا اوكوشا ماذا فعلت يا غابريال والله ماذا فعلت يا غبي القرى اخطأ مجددا هذا الخصم كما تلاحظون والله استغل هذه الاخو والله يعني تكون اهدف حلو يا شباب القرى مع زيزو مار من كين هيا زيزو يا عالمي لا تترك المساحات لزيدان لانه سوف يبلع كباورشوت يا عالمي هذا الخصم باوفر اربع وتسون بلع ثلاثة اهداف شكرا لك يا زنبروتا تصدي عالمي منك يا عالمي القرى مع كين هل هو الهدف تقليص الفارق مستحيل زنبروت خرافي يا جفاف اتفاع ونهاية المباراة الموالي اصدقاء يعني خصوم جبابرة لكن نهزمهم يا جمعة الخصم الموالي نابول يا سلام هذا من بين متابعين القناة سوف نرى من الذي سوف نفعله في مواجهة يا اصدقاء القرى مع الخصم من هو هذا مستحيل تمر ماما زنبروتا المرتد بالسريعة رحي اوكوشا رح بيلنغ هام تمرير عالمي يا وزوتا بالقدم اليسر يا عالمي يا زوتا القرى مع الخصم القرى مع زيكو 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 يا بونو يا بونو صعب عليك الارض وانت صدها القرى مجددا مع جابريال 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 بتيت يا كوبال يا عالمي الدقيقة الواحدة والثمانون هيا نبحث عن الانتصار القرى مع كارفايو الى زيدان الى اكي نبحث عن الطغرة نبحث عن المساحة يا جماعة القرى مع زوتا مار مستحيل يا زوتا يا رباه يا رباه يا زوتا يا عالمي يا عالمي هذه البطاقة زبارة يا شباب اخر محاولة هل هي العرضية هل هي التعادل وكارفايو يا عالمي مستحيل ان تسجل عرضية وعندما يكون كارفايو في دفاع يا شباب ونهاية المقابلة بالانتصار يا جماعة ننتقل للمقابلة الموالية هذا الخصم باوفر تلاتة وتسعون اسمو لوما مع لنكر مع دوكو مع غارانشيا سوف نرى ما الذي سوف يفعله القرى مع بلنج هام بلنج هام بلنج هام الى زيدان ما هاجي والله ليست ضربة خطأ هاجي يا شباب سوف نرى كيف سوف يصد تهبونه يا جماعة زيدان 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 شكرا لك يا كارفايو يا بون والله مقاليكات تجيب شمانطة وشملاياتك اللي انا تمت الله حرام عليك يا بونو حرام كيف لا تصد ضربة الخطأ خطفها خطفها جابرييل والتعادل التعادل شكرا لك يا جابرييل المرتدة راح هالند راح معك جابرييل ارجوك يا جابرييل ارجوك مستحيل مستحيل هدفين في اسرع وقت يا جماعة الكرة مع لنكر لنكر وزمبروتا مستحيل الدفاع والله الدفاع قتالي خصوصا زمبروتا لجنبه ريكاردو كارفايو المرتدة زيدان مر مستحيل يا زيدان قال ابن النتيجة علي يا جماعة والله يعني نهاية المقابلة باربعة لواحد بعد ان كنت خسرا بواحد لصفر يا شباب ننتقل للمباراة الموالي هذا الخصم باوفر تسعون مع جيرو في حراسة المرمى الكرة مع جوتا 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 مستحيل هذا جوتا عالمي يا شباب الكرة مجددا مع الخصم ماذا تفعل هل هي العرضية العرضية ولكن زمبروتا بالمرصاد الكرة مع الخصم شارلطون شارلطون شكرا لك يا جفع ولكن ضربة خطأ يا شباب اتمنى ان لا ت Leslie لانه ولاحظ ان ابنو لديه مشكلات كما قلت لكم لديه مشكلة في ضربة الحرى كل ضربات الحرى اما ان تسجل عليه او تضرب في القائم اذا لم يصل لها الحارس يا شباب الكرة مع الخصم ماذا تفعل فورلان فورلان صعب انك تمر يا فورلان وفير لا تقول ضربة خطأ مجددا والله يعني مئة بالمئة سوف تسجل هذه الضربة انا اعلم يعني انا اعلم كما قلت لكم ضربة والله ضربة في القائم كما قلت لكم char boon لا يستحن يصل ضربة الحق الغطأ يا جباب لكن في حالة واحدة إذا اصطدمت بالقائم يا جماعة الكرة مع بيتيت المرتدة يا شباب الروح يا جابريل الانتصار الانتصار في آخر الدقائق شكرا لك يا جابريل والله سرعته قد أفدتني في تسجيل هذه الآخر هجمة يا شباب الهدف الانتصار في الدقيقة التسعون والله يعني بلعناه في أسرع وقت يا شباب وننتقل للخصم الموالك فيعني كل الأهدف التي سجلت لاحظوا معها الظاهرة بما أن معها الظاهرة فلننتظر العرضية يا جماعة الكرة مجددا معاي هيا يا جوطا جوطا إلى زيدان نبحث عن باورشوت مستحيلا يوقفني أحد يا شباب عندما أعمل الباورشوت الكرة مع الخصم نعم إنها رحلة البحث عن الظاهرة ولكن اتفاعي تدخل مجددا روبيرتو كارلوس هذ هي البحث عن الظاهرة نعم يا جماعة وروجيقر يا عملاق أنقدني شكرا لك يا عالمي المرتدة مع الخصم دوكو 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 يا روجيقر يا جبار كيف عدت بهذه السرعة وكيف استرجعت الكرة الحمد لله نهاية بالانتصار يا جماعة كما تلاحظون ننتقل للمباراة الموالي هذا الخصم كذلك باور 93 مع فندرسار فندرسار لازم يبلع يا جماعة الكرة مع الخصم ماتيوس ماتيوس شكرا لك يا روجيقر المرتدة السريعة روح يا جابرييل هيا يا جابرييل معاك معاك جوطا مدى تفعل تمرير عالمية فندرسار فندرسار إبلع يا فندرسار مستحيل يا أوكوشا الكرة مجددا مع الخصم لراميراز راميراز إلى ماتيوس مستحيل يا ماتيوس مستحيل يا رباه يا ماتيوس هدف عالمي من الخصم الكرة مع ديناطالي عمادة تبحي مرة من الأول لكن صعب أنك تمر مزا بروطة مرتين يا عالمي القرى مجددا معي المرتدة قابريل خصوص مر من ماتيوس مر من لوسيو يا ربا يا ماتيوس والله هذا ماتيوس خارق في مركز السيدئم يا جماعة القرى مع رامي ريز هل يسجل الهدف مستحيل يا بونو تصدي عالمي في آخر الدقيق يا أصدقاء شكرا لك يا حاكم هذا الخصم كان جبار لكن الحمد لله التعادل المقابلة الموالي خصم كذلك بأوفر 93 مع طرب في حراسة المرمى وكليان وجوطة سوف نرى ما الذي سوف يفعله القرى مع دياز يا روزيقار المرتدة يروح القرى مع الخصم مجددا بيلنغ هام بيلنغ هام يلا يا زيكوا بونو في التصدي يا جماعة يلا يا بونو يلا مررها يا بونو بونو إلى آكي آكي لزيدان هذه الهجمة درس يا جماعة لاحظوا التكي تاكا القرى مع جابريال أعادها لزيدان المساح 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 بم يا زيدان يا رباه قلتها لكم لا تترك المساح لزيدان لأنه والله ستبلع يا عالمي زيدان مجددا زيدان يا رباه يا زيدان هدفين على التوالي من البورشوت والله هذه البورشوت أصبحت محترفا فيها يا جماعة لدرجة أنه لا أضيع ولا البورشوت يا أصدقاء الآن بعد أن وصلنا لنهاية هذا الفيديو أصدقاء الآن حانت لحظة الحسم يا أصدقاء سوف أكون صريحا فيما يتعلق بهذه البطاقة ومن دون مجملات فلو أن بونو ابن بلد يا شباب فبالطبع سوف أكون دعما له لكن يا شباب نحن هنا لا نتحدث عن شخصية يسين بونو بل نتحدث عن بطاقة يسين بونو هل هي بطاقة جيدة في اللعبة أم لا يا أصدقاء بالتالي أول سلبي خاصة بهذه البطاقة وهي التربط الحرة فيبلعها يعني كلها يا شباب يعني لعبت كمية كبيرة من المباراة يعني أعتقد أنه تقريبا ستة تربط حرة تخيلوا معي أربع منها سجلوا عليه واثنين ضربوا في القائم يا شباب بالتالي فهذه البطاقة سيأجد تنفيه الركلة الحرة غالبا ما لا يبلع أهداف فيها أما بالنسبة للأرطو فتسجل عليه بسهولة يعني شأنه شأن جميع الحراص بستناء حارس واحد لاحظوا أن لديه قدرة كبيرة فصد صلي الأرطو وهو الحارس أوبلاك يا جباب البطاقة الاثنين وتسعون ذلك البطاقة الخضراء بالتالي فبنسبة للأرطو فيبلعها بسهولة أما بالنسبة للرأسيات فتدخل عليه كذلك بسهولة يا جماعة أما بالنسبة للبورشوت كذلك يبلعها بسهولة يا جماعة ولو تسألوني عن حارسي يعني تصدل البورشوت فأنصكم يعني ببطاقة إما مارتينيز أو بطاقة أوبلاك يا شباب أما بالنسبة لهذه البطاقة بالمجمل فيعني لا أنصحكم أن تشتروا يا أصدقاء أنا أفضل شصيا البطاقة الثمانية وتمانون الخاصة ببونو يا أصدقاء فهذه البطاقة يا شباب تخيلوا مع أن هذه البطاقة أفضل بكثير من البطاقة الوحد والتسعون الخاصة ببونو هذه البطاقة أنا كنت قد جربتها بطاقة جبارة في التصديات لكن البطاقة جديدة خاصة ببونو يعني أعتقد أن هناك مشاكل في البطاقة نفس الشيء بالنسبة لبطاقة دوناروما الثلاثة وتسعون فحتى هي البطاقة سيئة سيئة جدا يا شباب لا أعلم أن هناك تحديثت في البطاقة أم لا لكن كلا البطاقتين سيئتين يعني في أرض الميزان ولو لو حتى التقاتل خاصة بدونرما فإن أدأه في أرض الميدان حتى ولو هو مطور سوف تجده سيئسي يعني كل محاولة يسجل علي آداء فأنا يعني دائما أستعرض لكم المباريات ووجه خصوما يمتلكون حتى فندرسار الذين كل المتابعين يقولون لي أن فندرسار عامل كل أن فندرسار أفضل حاج بسهولة أسجل علي تزديدات بسيطة وحتى البورشوت تدخل في فندرسار بسهولة يا جماعة بالتالي غالبا غدا سوف أضع لكم ترتيب لأفضل الحراس في لعبة الأفسي موبايل فانتظروا غدا الفيديو القادم يا جبعة